موسيقى أنا بحكي لك القصة تدور أحدث القصة حول الشاب المتكتك حسب ونسب وشهادة بترفع الراس زلمة كافية خير وشره بحب مرته ومرته بتحبه وزي كل زلمة إلا ما يقصر شغل بيهد الحيل ومااخد كل وقته حرم المصون بيخف عقلها بدها حنان وزلمة يحس فيها بلعب الفار بعبها تعشق وبتخون وبليلة ما فيها ضو قمر تنضرب عراسها وبتقرر تعمل الخطيئة يعني سفالة وقلة حيا تطلع وعشيقها بطلع وكله بزبط حاله بتلاقوا ويا ريتهم ما تلاقوا بنقتله الجوز أندي بوصل الخبر بعرف وبصيري لاخم بنوني العاطلة بعب الطاسة وبتحرك لهم بوصل على الشقة وهناك بعد للعشرة بطول باله وبتذكر المثل اللي بيقول ما بتعرف خيري لا تجرب غيري بلفه برجع والقاتل بنفد بجلده وبتلزق القصة بظهر المتكتك وعنيته بنحكم بالسجن المؤبد مرتين يعني راح يتخطخ بالسجن بوصل على سجن شوشانك وببلشو الشبيب الأقدام يراهنوا عجداد مين بصمد ومين ما بصمد وبدخل على الغابة والبقاء للأقوى وبطول باله للمرة التانية رد زلم قديم وباصم كل دوين السجن وفيش قصة بتصعب عليه شغلة السوق السودا وشو ما بدك بجيب بتعرف على أندي وبصيره صحاب وبيوم بطلب منه طلب إزميل صغير وبوستر صبيه بتفلق بجيبله إياهم وبصير ينحط حجار شطرنج تسالي وتضيع وقت اللي امتكتك زلم تحسب ونسب وشهادة بترفع الراس ببلش يزبط حسابات مصاري السجانين ومأمورهم اللي هو مدير السجن بكيفوا عليه وبكلب شو فيه بفلته من الضرائب والفرحة بتعبي قلوبهم وبيضلع هالحال سنة وسنتين وتلاتة وعشرين سنة وعلى العشرين بنتقم من الكل بطلع داهية ومخبى بكشوره وقصة البوستر تبع الصبيه اللي بتفلك مش عبث بحفور بزنزانته وبالتحديد ورا البوستر نفق بوصل للساحة الخارجية تزبط معه وبفل عن طريق انبوب الصرف الصحي بوصل لبر النجاة والسجن بتنقلب قلابته مدير السجن بتطير من راسه وبتكمل معه وبنتحر لما يعرف انه اندي سارك كو المصاري ومحولهم لحسابه عن طريق هوية مضروبة ولم تك تك بغليها على المكسيك عشان يعيش حياته من اول وجديد ورد بطلع من السجن بعد ما قضى فيه اكتر من نص عمره وتنزكره ما تنعاد بلحق صاحبه وبتلاقوا عشواطئ المحيط الهادي ليعيشوا بسلام وبيعيشوا بسلام والله لا يعيدها من ايام شو بطلب اندي من رد 200 ليرة لاخر الشهر طنيب عارضك شفرات احلاقه ازريل وبوستر للي انت بتفلي اذا عرفت الجوار تربح كيلو شعر حواجب من اي محل حلويات في المزنبيق انا بحكي لك القصة